خطة وسطة فريق أولبي كأسافي في حين على مستوى خطة الهجوم هناك عبدالله مادي في الجيال يمنى عبدالغاني معاوي على مستوى الجيال يصدر وكي تقدمهم إبراهيم ديوب على مستوى يعني خطة الهجوم كرأس حربة في هجوم فريق أولبي كأسافي في حين فريق الشيش الملكي انتكر على رمع الدفاع أمام دفاع الحسن الجديد في مباراة الفرصة ضائعة الفريقاني معا ضيع عدة فرص لتشجيل الهدف لتتري المباراة بالتعادل السيل بالمباراة التي قد من جانب الدفاع المدرب طارق مصطفى الذي عوض حسن شحاتا الذي غادر الفريق لأن كل الاحتمالة تبقى واردة ولكن أكيد بأنه هذا اللقب ولقب فخري وبالتالي فهي عملية أحماء حقيقية للقب فإن كان الشوطة الأول يسير نحو النهاية من مرحلة الدهاب من البطولة الاحترافية لموسم 2014-2015 كان يفترض يكون هناك هدف حتى تفتح المباراة أكثر هذه محاولة من طرف لعب سانوغو سانوغو المحاولة ولكن تدخل جيد من طرف الدفاع لإبعاد ولكن كان تدخل جيد لدفاع الكوكب سوفيان الباجا دائما المراكشين تنظرون العطاء من سوفيان الباجا لعب ابن الدولي السابق أحمد مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللعب كوكو اللي يبعدها في تجاهها جبيرة ما تفتح من الكرة عند ما بيدي ما بيدي ما زال مختفت الكرة عند حافيدي 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 امتلاق لكن كان هناك تموضع جيد لإلتفاع دي الفريق أولابيكا سوفيك ترجع مرة أخرى عند اللعب الهاشيمي الهاشيمي في تجاه كوكو دائما محاولات من فريق الرجاء البيضاوي اللي كنت دي المحاولة والنعب 31 حمزة السمومي لا جديد دائما هدف للصفر سوفيان العلودي القوكب يبحث عن التعادل وأولمبيك أسفي يريد تأمين هذه النتيجة داخل منطقة الجزاء وتدخل سليم من طرح لعب محمد عمار كوناطي محمد تمريرا جاهل لعب رجع البيضاوي مدد بوسط لعب الحافيدي بسرعة تلقى من الجيل يمنام وحاولة تمرير بالفعل عند لعب حمزة برزوق لكي كتشعين جبيرة تدخل دي الدفاع دي الفريق أولمبيك أسفي واصف يوسف فرتوت لذلك سنرى لعب المباشر أكثر من التمريرات القصيرة والانطلاق والتنويع في الأجماء هذا هو الحافظي الحافظي والمهارة ممكن الحافظي وإمكانية العبور الحكور عمله وبا في الخطة الخطة الوسار حكام الهاروي يمنح روكليا ثانية لفريق الرجال البيضاوي آخر ما لمس الكرة هو لعب حمزة السامومي هذه الإعادة مجدداً فعلاً حمزة السامومي هو للمسة الكرة ونحاول إيقاف عبد الإله سيرتقي في سلم الترتيب وأكيد بأنه ثلاث نقاط جد مهمة بالنسبة لفريق أولمبيك أسافيك لكن الحافظي كان من الصعب عليه هنا التعطر واضح واضح تمام بين أرضية الميدان لانتباك المسفيوية بينما دي كرة لعادلة الكروشي مباشرة الحافظي والمراوغة يبحث عن المرور كورة عمامية فرصة ولكن غدرت خط الجانبي للملعب تحذير أولمبيك أسافي ولكن هنا كان ميدية وقتالية من جارب اللعب كعصمتيا صلى الأرض الآن سعر على كله مقابل عند حساسيا وصل بعنو الحتياطة الأمنية كانت احتياطات جيدة حمزة حمودي في تنفيذ ضربة المرمى محسيم تولي بيجرب ياسين البساطي ياسين لما ياسين كاسي ماتياس سعيد الرواني مشيطة المقابلة ضابط إقع الأمور في المرمى الأيصر من دفاع فريق حساسي قدير مش هسماعي الحداد مش هسماعي الحداد تكوين بنفس الواتيرة اللي كان بها سنوات المضاء من الفرق الآن كتكوين من جلب اللاعبين أكثر من تكوين الفريق تكوين داخل المدرسة وانتقال من نص المرحل الفتيان والشبان إلى مرحل كبار رغم أنه البرسونتاج اللي حضر بدل بفراجة فهو يقبو اللاعبين من خارج القادم سعيد الرواني قريب منه الحكام يقول يعني ليس هنا خطأ يقول ليس هنا خطأ في القتل على ما يبدو يبعد الخطر وراء طويلة تجاه لعب من رابح لكن تدخل لعب محمد أمين سبار في تربة رأسية وصد التي تقدمها وتتقدمها مباراة القيمة بملعب فتح بمدينة الربار ترامي الأطراف وهذه المدينة الرائعة مدينة أقادير فالأنصار والملعب والإمكانات المدينة تجعل الفرق منهم قادر باش يقارع للكبار من أجل اللقاب كورة أقاديرية محاولة صهود مشاؤك محاصر مقرب للرواني سعيد كيب حتى المؤذرة سرع كبير وزاوية أظن زاوية ماذا يقول حكام المقابلة بالفعل زاوية تكافؤ المزوية الزاوية هاريس الرسمي في قيب حاريس الرسمي فهد الحمادي الذي هو بالفعل فهد قدم السنوات من العطاء بسخاء لفرق الحسانية كورة للحداد محاصر جوش اللاعبين يخرج ما في إمكاناته الفنية محاصر جوش اللاعبين محاصر بالسمومي لما تبعناها السنة الماضية الفريق الذي كان على الشفى حفرة من السقوط لنور الدرجة التانية لكنه تجاوز محاصر جوش اللاعبين في حسين الحلول خميس ستغل اللاعب صنوقو وعم صنوقو السميرات الضائعة ويفتح الكورة في طلب الأمر لما نتقل البعيدة بالنسبة للحكام المساعدين ألفين درهم إلى جانب ما بيت ألف ومائتين درهم هناك حفظ أخرات مقابلة نسبياً نسبياً مقابلة فوق صفحين ساخنين والآن يمكن نقول فرش مابر الحسيمي يتعدب للاختراق هذا الترسانة البشرية موسيقى موسيقى يرفع القراءة في الخرطة الأممي ممتزد القراءة لصلاح نصف فريق دفاع الحسن الجديد ديكيتيه سقطت ناطية المرعب لا تكون شيئاً مراتوني لأب صابق لفريق البركانية والدفاع الحسني الجديد فوتوما فوتوما ويمرر إنما أخطأ الوشا أخطأ باللقاب معدى مقابلة مهمة جداً في النهائي وحصوله على اللقاب بعد مجرات فريق نهضة بركان والانتصار بأهداف محمد الناهيني ومراد باردنا نرجع للمقابلة واحدة سفر النتيجة المسجنة في مباراة الأخيرة أمام فريق الفتحة ربط من أجل تحقيق الانتصار أمر لن يكون فريق أولي بيكاسفي أخير اللحظات أخير المحاولات هل يتمكن فريق متوسيلة فرنق اونغنغا مجرع برايم بسغودي برايم بسغودي كرطول برايم بسغودي من intéress Life برايم بسغودي محمد العسكري برايم بسغودي لعب كورطو برايمensus إيبرايم العسكري محمد العسكري محاصر من طرف لاعبين في الأخير دفاع أولمبيك أسفي يتسيد كل المواقف ويبعد الفطر عن مرمى مشتكورة الأولمبيك من جهر إسراء للأولمبيك دقيقة 24 والنتيجة صنعدة متأثرا بما تلى المشاركة في موندير الكاس العالم للشباب سنة 2005 لكنه ظل حارسا لم تكن بشكل مناسب الوالة الثانية ضعت وبالتالي المحاولة منزلت مصاب مودي الحارس الذي انطلق مع فريق شباب تابريك تبعد المحاولة فرصة فرصة من الجهة اليسراء إمكانية المرور يختار عادة الكرة الخل في فيان الجيئتي اليمنى زكريا لجمير فاكور حمزة بورسوق لم يركز حمزة بورسوق لم يركز في هذه الكرة محمد أمين السبار مع السيمومي اخرج على الكرة أردية تساعد على تقديم مباراة من تراز عالي بين أولمبيك ريبغا وأولمبيك أسفي أردية تساعدها تحسن في ضربة ترجيح خمسة مقابل أربعة إبرايم نقاش ضيع ضربة ترجيحية وحيدة ولكن زكريا لجميع عبدالله حافظي ضيع ضربتين ترجيحية خورة ملعوبة من الجيل لا يسرع من شهر معناس فريق المغربات لتكوة تتوان تتواني تمانية أخطاء قرمتن بفريق أولمبيك أسفي خمسة أخطاء حاول اتحاد الزمرو خمسة الدفاع الحسن الجديد هذه مباراة مبرمجة يوم السبت المقبل تالي مكيش مباراة يوم الجمعة على مستوى مرحلة تمكن من الفوز على حساب فريق شباب طلس خنيف راب ثلاثة ديالة في مقابل واحد عن مشات محاذيب بنفس الطريقة يعني التهديد من طرف على سر فريق الجيش الملكي راسية الأخيرة كتمن طرف اللعب سنتابع الآن دربة خطأ لصالح فريق شباب أتلس خنيفرا إذن يلعب التمس للأولمبيك سرع كبير بيك فسطنا الميدان المتتبعين الأكيد دين أخبار فريق الرجع مشاركة مجرد فريق أولمبيك أسا في إلى لدى الموعد والذي حق انتصارين غاية في الأهمية ويبحث عن مواصلة سجل النتائج الإيجابية مجرد فريق أولمبيك أسا في من جاربنا بالفضل من الموعد Bertrand هزكت « فورسا 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 فورسا» الذي كانت لديه مواجهة حاسمة أمام فريق الرجاء البداوي بعد أن أمن البقاء في أخير دوره وبالتالي هذا الموسم أكيد لا أتقم التقني ولا مكتب فريق أوليبك أسفي يعي هذا الأمر وكان ذلك في هذا الملعب هذا الملعب فرصة 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 والحارسة والهزمة الوحدة للوينات كان فرصة بإمكانه أنه يقدم الجديد في لحظة تصويب به قد تستجيب الكرة أو قد تخيب ولكن هو من العملية المهمة لا بد من المرور كرة من العوبة من الشيء يسرى فرصة من جديد من جنب فريق أوليبك أسفي إمكانية المرور ممتازة جدا أرسيب عوثرة المقابلة عبدالغني المعاوي يمر من جوز لعيبين يمر جميلة أرضية وحولة تمرير إلى الكوكو يراوغ كوكو الحاكم مدى يقول لسوناك خطأ إخراج هذه الكرة بشكل ممتاز من محمد أميل محمد أميل هناك تدخل وإنزال بعد الإعادة مرة أخرى لقطة الماضية طريقة خروج محمد أميل صبار بل هو حمز السمومي والعرقة لا كانت واضحة العرقة لا كانت واضحة حمز السمومي تسيدة بعيدة عن مرمى الحارس حمز أوزال حارس الويداد أن نعيشون دقيقة 76 دائماً سفر لمثله بين الأولمبيك وفريق الويداد الرياضي البيضوي لعب أسوفي دي عقورة كنت شعند لعب نادي أنت فيها اليوم نا يمرير تجاو لعب سمومي سمومي كينسل كيمرار وهدف لفعيدة أولمبيك هدف لفعيدات الأولمبيك تابعان هدول ونصق لفريق أولمبيك نسفي مرهيه اللعب وعاوي بهدف لفعيدة فريق أولمبيك نسفي نعمين اعتابة بارد لفريق نسفي هل حطرها جاءت جاءت نصبا بصابة من روعب كان فالخروج جائزة تشهد الخروج تحريف كان عدام الرقبات بمشبال دائمين وجاء هدف هدف بغدين كل ورح الأسقار إذا كانت الأوراق تشاهد والفردو سيعطي بقابة البعيدة هدف بغدية تبناء الهجومي دي الفريق أولمبيك أسأل بغدية بناء هجومي محكم اللعب النادي يمرر لا هو البناء الصحيح يمكنه ولكن أنا شوفت أن النادي يمرر تمرير تكيف تجال لعب سمه سمه من طلق بقوة من الجه اليمن يمرر تمرير فوق قفق من ذهب للعب المعاوي لم يتردد من إعلان عن الهدف الأول بهذه المباراة فإذا تفريح أولمبيك سنتابع مجهودات اليدادة من أجل على الأقل تعديل النتيجات المحاولة اللعب الهجهوج ودفاع الأولمبيك حاض يرسل تربع مجهودات الميدادة لم تكن فألة خير على زبان برارو الذي كان وراء ضربة الجزاء الأولى التي أعطيت لفريق أولمبيك أسفي وفي نفس المكان يسقط واعتبر الحكم أن سقوط كان تحاير تققى الورقة الصفراء الثانية ومتالي كان التار لدى اللاعبين لدى المدريب وكرة مرة أخرى لفريق الأولمبيك عند اللاعب سمومي سمومي لكارد الكرة الوراء تجاه ماتياس دائما محاولة لفريق الأولمبيك محاولة كانت محاولة لدف ثالث حذاري من الأخطاء حذاري من الأخطاء أن الحارس الحيم ودي أيضا بدوره انضم لمرتكب الأخطاء ودى اللاعب السمومي يحمد السموم في اختراق في جهة اليمنى محاولة التمليل الجانبي والدخول لكن الحارس مونير المرابط المباراة تشتعل ودمن حسن ما كانت في التواني أو الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وأكيد بأن عمر النمساوي حمل الجديد في حدود دقيقة سبعة وتمانين وسجل لصالح فريق المغرب الفاسي الذي كان في أمس الحاجة لهذا الانتصار كذلك حسنية قدير والتي تعود الغزالة الغزالة تعود بقوة وتتربع على الرتبة الرابع إصابة المهديسة ينقل خارج أرية الملعب ونذكر بعد أن نقول المدرب يوسف فرتوت مرتبط مع فريق الأولمبيك أسافي حتى نهاية الموزين حتى نهاية الموزين خرج رعدوني أي خرج مدافع يدخل المهاجين هذا يلعب كل الكل المهديح أصوفي تمشي عند مهديح حداد حداد بلكستر جميلة لم يمر من جديد التقاط التقاط كان يبعا الكنتراتاك الكنتراتاك في الأولمبيك سفي على درجة عليهم الخطورة نديا ومنسوب بدني عالي للعيبين وشميلة الأمل كل الأمل في المنافس على اللقب في المهرب المسابقة التي كانت ستجرون في المهرب وما يؤتي أتساؤل آخر خرج إعالمي لرئيس الكنفتر الإفريقي عيسى حياتو في تصريح لشمكة بي بي سي الإنجليزية قال مغيني الإسيوائية ليست جاهزة لتنظيم كأسي الإفريقية افتعد لفريق شباب الريف الحسيمي كورة مسخيوية من الجنة اليوم إمكانية التبرير في العم كي يختار تبرير أردية فرصمة انتظارا تأتي تصويبا أو يأتي بعاد الخطورة كورة من جنة مع ناسا الفريق في كاسا محاولة المحط عن هذه المقابلة بعدها حلو الساعة الرابعة والربعة طبعا المربع الريالي الفتس سيستقبل شباب أطلاس خنيفرا مقابلة من المقرر أن يقود الحكم بوشعب الحرش فيما الكوكب الريالي مورا كوشيسا يستقبل تحلز مورا كوشيسا تحضير هذه المرة من جنب محمد أو ديفيد نورا قبل فاصل تصبح لدي 34 نقطة مما يعني ارتقاء للصف الرابع بالدور المحمد يحكم ترك الامتياز كورة مسفيوية هذا محمد أمين صبار يمر للسمومي تبادر لأن هنا كان تسلل للبركوي تسلل للبركوي ولكل جميل فرق حسنية وأن المدري سكيتيوي في صحر المجل هو مجموعة من لعبين الشباب صغار صغار في سن جون أقصم طل والغتاف ولكن فيها متعة في ندية في إطارة فيها يمكن قول غلايا في وسط الملعب يعني بوحد الآن سيكون وصراع مدربين بطبيعة الحال وسط الميدان لسالح فريق أولمبيك آسفي كورة أمامية نتابع الآن هذه هجمة الآن صراح فريق أولمبيك آسفي بين السبار الآن نقول بأنه كان ضايرة مرحلة الدهام وبالتالي كان بين الفرق القوية والتي حفظت على أداء متواصل نتابع هذه المحاولة خاطرة وكورة مرة أخرى عند اللعب كاروشي في تجال اللعب ما بيدي ضعت منه كترجة مرة هذه المقابلة نزلنا نعيش على الأهداف التي سجلت خلال جون الأولى فقط أهداف عند لعب سمومي لكي مر عند مادي وفريق أولمبيك سفي عند لعب رامي رامي لغير تجاه بالفعل عند سمومي هل يتمكن كان هناك مضايقة من لعب جبيرة بالفعل طريقة بكية تمكن ملك وراء وتبريل وكانت كذلك عند لعب يحيى عطية لا يحيى لماذا لم يحتفظ بالكورة كيمرر لكن كانوا شكية من كورة كترجع عند سمومي سمومي عند يحيى يحيى لماذا لم يحتفظ بالكورة عندهم ثلاث لاعبين يمر في اتجاه مربع العمليات محاولة وتسلل يقول حكم المساعد لفريق لكن ماذا عن بقية الأندية المرودية الوجدية الدفاع المسفيوي بن شعيبة تجاه لعب حمز السمومي عزيز محمد تمرير تلعب سانوكو تدخل الدفاع تلعب السمومي تفوز الميدان كريويتا تلعب تجاه لعب التماس لفريق فريق فريق الولمبي كاسف يقول الحكم بالفعل تنفذ كبر يفكت الاحب ببرايما ديوب داخل مدلقة جزء محاول التمرير مدى هناك لا شيء يقول الحكم كنس مطالبة بوجود الهدف لا الهدف التعادل الهدف التعادل ينس بمدينة الرباط ومراكش يني واحد سعيد لفريق المغرب التطواني لتحقيق أمال كرة القدم المغربية ليكون ممثلا مميزا بعد أعتقد أن الفريق رجاء بضوي وضع لابار باد المعاوض محاولة محاولة ثاني لعب الاحتياط فريق رجاء بضوي بدورهم إلى الحركات الإحمائية في ترقب تبديلات في المراحل المقبلة حياد الشوت أخرى تبديل طويلة في تجاه اللعب حمزة السمومي وتمرير رائع لكن تبقى الحيازة لفايدة الفريق المسلوي لياسين الرامي لياسين الرامي عند اللعب السمومي سمومي في تجاه اللعب إبرايم مديو في تجاه سريع ماتياس كاسي تقضية دفاعية كيلت موفقة بطريقة جيدة من ماتياس كاسي كورالي حمزة السمومي رجع كرشع الكورالي من الخلف هذه فرصة فرصة في خطر المهمي محاول دا هدف أول في اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة